استفادت تركيا من شغال العالم بأزمة كورونا لتركيز نفوذ أكبر في إفريقيا من بوابة المساعدات الإنسانية لمواجهة الوباء والتي باتت غطاء لتهريب أسلحة إلى مناطق في القارة السمراء وخاصة في ليبيا وهو ما تفجر منذ يومين عقب هبوط طائرة تركية في مطار جنوب تونس تحت غطاء تقديم مساعدات إنسانية للمجامع المسلحة في طرابلس ما أثار موجة غضب في تونس من تهاون حكومي تجاه النشاط التركية وفتح هذا الحادث الأعين على الدور التركي الأوسع وأطمعه في إفريقيا حيث كشفت صحيفة ديلي مافريكا الجنوبية الإفريقية أن ست طائرات شحن عسكرية تركية سافرت من تركيا إلى جنوب إفريقيا حاملة كمية صغيرة من الإمداد الطبي بينما عادت محملة بالمعدات العسكرية التي تم شراؤها من الشركة المنتجة للذخيرة مونتيونو وذلك على الرغم من أن لوائح الحذر المحلي تسمح فقط بنقل إمدادات الغذاء والأدوية وتعد جنوب إفريقيا إحدى الدول التي تعارض تدخل تركيا في ليبيا وسبق أن حذر رئيسها سيرلي رامافوزا تركيا من إرسال أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا محللون سياسيون في جنوب إفريقيا حذروا من أن المعدات العسكرية التي بعتها بلادهم إلى تركيا سوف تنتهي على الأرجح في سوريا وليبيا بنتائج مدمرة وبحسب صحفيون بجنوب إفريقيا أنه من غير المعقول أن توافق جنوب إفريقيا على تصدير العتاد العسكري إلى تركيا منذ أن نص قانون مراقبة الأسلحة التقليدية على جنوب إفريقيا لا تبيع المعدات والأسلحة العسكرية فيما حذرت ألمانيا تصدير الأسلحة إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سوريا وليبيا لكن أهم شركات الأسلحة في جنوب إفريقيا تعود ملكيتها بشكل مشترك مع شركات ألمانية ويرفت متابعون لمحاولة تركيا أن تزيد نفوذها في إفريقيا إلى أن أنقرة تتحرك في كل اتجاهات عسكرية واقتصادية وثقافية ودينية لتثبيت حضورها في قارة متروكة لمصيرها في الكثير من الأوضاع خاصة في مواجهة الوباء مشيرين إلى أن الغطاء التركي بالدعم الإنساني مكن تركيا من سيطرة لها شبه تام على الصومال ويحرص نظام أردغان على التمويل المبطن للمشروعات الثقافية والرياضية والمساجد في إفريقيا خاصة في إظهار الحرص على الدين وبناء المساجد ما يسهل عليها التسلل إلى القارة دون مشاكل وتحقيق أطماعها في السيطرة على ثروات هذه البلدان وإقامة قواعد عسكرية لقناة ريبيا الحدث أبو بكر يحيا اشتركوا في القناة